من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه خلال الفترة من 14 إلى 17 من يناير تم الإفراج عن بضائع قيمتها 4.8 مليار دولار والموجود في موانئ مصر حاليا يقدر بنحو 5.3 مليار دولار فقط منها بضائع بقيمة 3 مليار دولار لم يقدم المستوردون أوراقها ولم ينتهوا من إجراءاتها نوها أيضا إلى أنه تم الانتهاء من فكرة المتراكم في الموانئ وبدأنا نعود إلى العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع إحنا من فترة من 14 يناير إلى 17 يناير 4 أيام أفراجنا وأنهينا إجراءات إفراج عن بضائع بـ 4.8 مليار دولار اللي موجود النهاردة على موانئ مصر كلها البضائع اللي النهاردة وأنا بكلم حضراتكم وإحنا موجودين كل اللي موجود النهاردة 5.3 مليار دولار فقط منهم 3 مليار لسه المستوردين ما خلصوش إجراءاتهم يعني ما قدموش أوراق من الأصل أو لسه بيخلصوا إجراءات وبالتالي معنى هذا الكلام إن إحنا الحمد لله خلاص تقريبا نقدر نقول أنهينا فكرة المتراكم اللي كان موجود في الموانئ وبدأنا النهاردة نعود إلى العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع لأن عمر ما هيبقى في أي يوم الرصيد صفر لأن كل يوم بتخرج بضائع وبتدخل بضائع جديدة